الفريق اللي عمله كابتن جوهري رحمة الله عليه وكان الهدف منه انه هو يدعم الفريق الاول فحازم من ضمن كابتن فرقة الامل لو هنرجع كده بالتاريخ فاروق وكابتن مصطفى طبعا هيفتكر الاسماء دي وان شاء الله يتبقى الحلقات اللي جاية بعد كده عناصر منهم ان شاء الله موجودين زي الحازم كده يعني فرقة الامل كان كابتن سابتن بطل اللي رحمه كان حارس مرمة كان ميت حتى مصطفى باكليفت رحمة الله عليه كان محمد عبد السميع وحازم خالد وكان جمال عبد الرقوف نص ملعب من اللعبة كمان المميزة جدا جدا وطبعا السم مرحوم السمري ونبيل البحتيتي وعلي الزيور اسماء الناس وقتها كانت بتعرفها بشكل كبير جدا وتسمع عنها ومنهم اللي كمل هو يمكن حازم الوحيد يا فاروق اللي كمل معرفة اول في خلال هذه الفترة لان حازم كان من اللعبة الجواكر عارف شخصية جدا اولا هو طبعا رجل مهندس وطبعا كان متفوق في الناحة التعليمية وكمان كان متفوق في جانب الريادي حازم كان من اللعبة الجواكر اللي تقدر تعتمد عليها يقدر يلعب بقرية يقدر يلعب لبرو يقدر يلعب مساك وانا كنلاقي الشرف كمان ان انا انضم ليهم معفرة الامل واطلع بعد الكابتن حازم للفرقية الاول فحازم يعني شخصية كانت من الشخصيات اللي كان مستر هدوكوتي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا وحازم طول عمره حبيب الكل يعني من ناحة الشخصية ودي سمة كلها موجودة في لعبة النادي الاهل يا فاروق يعني يعني هقولك مثلا كان برضك من ضمن الكابتن بتوعنا اللي احنا كان بيلعب في المكان ده وكان مميز الكابتن سمير حسن كابتن سمير حسن كان برضك دكتور ويمكن موضوع كلية الطب اصارت معنا بشكل كبير يعني بظروف الكلية مقدرش يكمل سمير حسن ده كان انا افرائي كان من احسن المدافعين اللي موجودين في مصر يمكن في افريقيا كمان يعني لو كامل كان سمير حسن كان حاجة كبيرة جدا علي زيور كان دكتور علي زيور برضك علي علي زيور ابن كابتن طبعا علي زيور المزيع اللي رحمة الله عليه الشهير برضك كان كل الطب عايز اقولك ان كانت معظم اللعيبة في الحتة دي كان بتهتم بالجانب التعليمي وفي اعلى الشهادات ثم الجانب بقى القرو اللي هما الحاجة اللي بيعشقوها يعني فكان حازم من ضمن اللعيبة المميزة دراسيا بصراحة واخلاقيا ويعني صعب كنت تلاقي يا فاروق نمازج يعني قليلة دلوقتي اللي احنا في الاجيال دي ان احنا نشوف فيها الصفاتين دول يعني انك انت بتحافظ على دراستك وتحاول توصل لعلى الشهادات وفي نفس الوقت كمان بتحافظ على الموهبة اللي ربنا بديها لك عايز اقول لحازم انت وحشتين يا حازم بقالنا فترة كتيرة جدا مش شفناكش يمكن في التكريم قريم انا شفتك وطمنت عليك لكن قلتلك طبعا متغيبش على البيت كبير بيتك اللي هو انت تربيت فيه تمانياتي طبعا التوفيق ليك حازم ولأسرتك وتمانياتي اللي كانت مصطفى عبد ان شاء الله بالتوفيق بإذن الله